بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند بارباري باهيدا وذلك التصعيد العسكري في قطاع غزة وتداعيته أوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين أجريا حوارا مستفيدا وتبادلا التقييمات بشأن ترد الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة أكد في هذا الصياق على أهمية تنصيق الجهود لوقف دائرة العنف وإرساء هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين الفلسطينيين وتوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة شدد شكري على ضرورة تنصيق الجهود الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام مشيرا إلى حرص القاهرة أيضا على العمل المشترك مع الشركاء الدوليين من أجل تسهيل وتوفير الحماية اللازمة لرعاية الدول الأخرى والإفراج عن الرهائن